السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع عرانيا هقدم لكم النهاردة تفسير رؤية لدغة العقرب في المنام الحلم بلدغة العقرب تعني أن صاحب الرؤية سوف يدخل في نزاع مع شخص ليس لديه أخلاق وللأسف فأن هذا الشخص سوف ينال من صاحب الرؤية وسوف يتسبب في ضرره الرؤية المحمودة فقط في العقارب بصفة عامة هي قتله فقتل العقرب في المنام يدل على الانتصار على الأعداء والتخلص من الشر وزوال الهم والنكد وحل المشاكل عدم قتله دليل على هزيمة الرأي من أعدائه إصابة بلدغة العقرب في المنام إشارة إلى المحن والصعوبات التي يمر بها الشخص في حياته الحالية ولكنه أيضا يتسم بالصبر والتحمل ويتمكن من مواجهة مصائبه بشجاعة وقوة لدغة العقرب في اليد إشارة إلى تعرض الرأي لخسارة مادية وتراكم الكثير من الديون عليه لدغة العقرب الأصفر في المنام دلال على الحظ التعيس فقدان الراحة والسعادة بالحياة يعني أن الشخص محمل بالهموم والمشاكل لدغة العقرب للعزباء إشارة إلى تعرضها لخسارة كبيرة أو تمكن أحد أعدائها منها بالإضافة إلى المعاناة من الديون المتراكمة والدخول في حالة من القرب هذا هو الله أعلى وأعلم وإزارات المتزوجة أن عقرب اللدغها في المنام يدل على أنها تتعرض للنميمة أو الغيبة من أحد أعدائها قد يدل لدغة العقرب للمتزوجة في المنام على أنها تفكر في ارتكاب شيء محظور فلتحذر وفي بعض الحالات رؤية لدغة العقرب في المنام للمتزوجة قد تعكس مشاعر الألأ أو الخوف أو الاضطراب في الحياة الزوجية قد تشير الرؤية إلى وجود توترات أو صراعات داخل العلاقة الزوجية أو حالة من عدم الأمان أو الشك فتختلف لدغة العقرب بحسب مكانها فمن رأى أن العقرب يلدغه في يده دل على عين حاسدا تصيب لعمل أو مهنة أو أداء يؤدي وأما رؤية لدغة العقرب في الظهر أو الصاق فتدل على أذى يصيب الرأي في دنياه فيما تدل رؤية لدغة العقرب في الصدر على الأذى الذي يصيب الرأي بسلامة صدرق الحقد أو الغل ولدغة العقرب في الوجه تدل على عداء ظاهر أما لدغة العقرب في اللسان فتدل على السب والشتم وقرص العقرب في العين تدل على الحسد والضغينة والبغضاء فرؤية لدغة العقرب في المنام هي أزى يصيب الرأي فإذا كانت لدغة العقرب في الحلم في الرأس فهي قاتلة أو رؤية الموت في لدغة العقرب فتدل على الكيد والمكر والخديعة التي تصيب الرأي وربما كان سحرا وإذا رأى أنه يتعالج بلدغ العقارب فهو يتعلم الكيد والمكر ومن اجتمعت عليه العقارب ولدغته فهو كسير الأعداء لذا ففي الغالب رؤية العقرب ولدغته في المنام تشير إلى وجود عدو يجب أن تتوخى الحذر منه ويجب أن تحذر من حولك في الواقع وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته